بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة من مقرر ميكانيكا المواقع 2 الدرس الرابع Dragon Left المحاضرة الخامسة ما بدأناه في الحصة الماضية وهو Flow Pattern Around Smooth Ceylander Play Around Ceylander في هذه الحصة رح نعرض تأثير Rinald's Number على صريان الماء أو شكل صريان الماء فهنا رح نعرض ثلاثة رسمات الرسمة الأولى Laminar Flow الرسمة الثانية Separated Flow الرسمة الثالثة Fully Turbulent Flow فبالنسبة للرسمة الأولى زي ما قلنا اللي هي Laminar Flow The boundary layer remains attached to the surface يعني إيش؟ حص ما نلاحظ هنا الماء يبقى ملاسق للإستوانة وحس أو فيه هنا إنسيابية لصريان الماء مع السيناندن كأنه ملتسق به ويلف معه ويكمل طريقه على نفس الاتجاه بدون تغيير الاتجاه بالنسبة للSuperated Flow وهي الرسمة الثانية اللاحظ إيش؟ The boundary layer separates toward the back of the object and a low pressure region is formed يعني إيش؟ يعني فيه هنا جزء يسير فيه عدم تواجد الماء يعني separates يعني فيه هنا انفصال للماء مع الإستوانة ثم يرجع إلى صريانه الطبيعي في هذا المكان أيضا إيش يحدث هنا يحدث Low Pressure Region في هذا المكان يعني هنا الضغط يصبح ضعيف جدا أو كأنه يأخذ بالسلو وهنا أيضا زي ما قلنا Pressure is Maximum هنا Pressure is Minimum فهنا نتحدث فقط عن إيش؟ عن قوة تأتي من اليسار إلى اليمين الشيء الثالث هو Fully Turbulent Flow The boundary layer becomes turbulent في اللاحظ هنا El boundary layer هنا Turbulent And the size of the pocket is decreased يعني إيش هنا؟ يصبح عندي تواجد الدوامات وتواجد الفراغات لكن الدوامات هنا تصبح ذو حدة كبيرة في الرسمة اللي بعد لما أخذنا Number of Reynolds أقل من واحد ما بين الواحد والعشرة ما بين العشرة وعشر أس همسة وأكبر من عشر أس همسة اللاحظ هنا في أشكال عديدة لل Flow Pattern Around Smooth Sillander ففي الأول لما كان Reynolds Number أقل من واحد اللاحظ فيه إنسيابية تامة للماء وتقريبا ما فيه انفصال للماء على السيلانتر لما نروح للRenold Number أكبر من واحد وأقل من عشرة يعني إيش ما يسمى Bound Vortex نلاحظ هنا ظهور بعض الدوامات الصغيرة ولكن يبقى انسيابية الماء حسب ما نشوف في الشكل هنا يكبر Number of Reynolds ويبقى محصور ما بين العشرة وعشرة أس همسة ما يعبر عنه Vortex Shading تزداد إيش هنا؟ تزداد حدة الدوامات الموجودة بعد السيلانتر وما يصبح فيه هنا إنسيابية للماء زي ما هو موجود هنا أو هنا أخيرا لما Number of Reynolds يصبح أكبر من عشرة أس همسة وهو Turbulent Boundary Layer تصبح أن هنا زي مكان يعبر عنه تقريبا بمكان الفراغات أو مكان الظل حيث لا يوجد تقريبا وجود للماء إلا وجود خفيف فهنا سرعة الماء ما تسمح له إنه هنا يتواجد في هذا المكان هنا إن كنت قد خلصت المحاضرة فقط أود سؤالكم على Bound for Decks هنا بالنسبة ل Bound for Decks يعني Number of Reynolds يكون محصور بين إيش و إيش السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر